كنت مزيزاً، صحيحاً، طوائرات وكل شيء بخير المهمة إخوان، نجد أن أتركوا معكم إن شاء الله اليوم موضوع النقاش وموضوع كثيراً لأخوان بزاف وهو الوقت اللي كتكاتر في الفاشة أو الهمشاك كيف تقولوا وطرق اللي ممكن نعرف بها إن شاء الله وجود الفاش في الطوائرات ديالي أو في المكان دي الطوائرات ديالي سنحاول إن شاء الله باش ناقشو الموضوع وتعرفوا الإخوان على الوقت اللي كتكون في الفاش بكترة يعني وكتكاتر فيه وقد نحاول إن شاء الله ناقشو بعض الحويجات اللي ممكن تديرهم باش تعرف الفاش أنه موجود في الفاش ديالك أو في الطوائرات ديالك هادي نحاول إن شاء الله ناقشو الموضوع من الأول لأخر كيف نقوله مهم الإخوان يعني أول حاجة يلي خاصنا نعرفه هو الوقت التكاتر ديال الفاشة الإخوان يعني كيف نعرفه الفاش من من يعني الحيوانات أو الحشرات اللي كتمتص الدماء ديال يعني حيوانات خرق أو الطيورة الإخوان يعني بحال شكل ديال الفاش نيولا يعني كيف نقوله القريد أو اللي كيكون حاجة كن في الكلاب أو اللا أغلبية ديال هاد الحويجات اللي كتكون ماصة الدماء الإخوان يعني الوقت للتكاتر ديالها اللي كيكون صيه تكاتر بزاف الإخوان وكتكون موجودة فيه وهو ملي كيدفى الحالة الإخوان دابا حاليا الإخوان اللي خدمين من شهر 11 شهر 12 شهر واحد يعني شهر جوج دابا حاليا دابا حاليا كيف نتعرفه رالجو بارد الإخوان يعني أغلبية ديالإخوان ما غي تصادفوش مع الفاش عندهم في الليرفاج أو في الطوائرات ديالهم ولكن باش كيبدأ كيسخل الحال وكيبدأ كيدفق راه اوتوماتيك كيبدأ كيكتر هاد الحشرات الماصة الدماء الإخوان وكتبدأ كتكتر يعني كيف كنقوله بزاف من شهر شهر ربعة والفوق الإخوان كتبدأ كتكاتر فوق القياس دابا حاليا راه كيف كنقوله غادي تكون نسبة قليلة إلى القيشية غادي تكون نسبة قليلة عندك ولكن الوقت اللي كتكون فيه بكترة واللي غادي تقدر تسبب لك مشاكيل فيه وكتكاتر راه هما الإخوان يعني الوقت ديال الحال فاش كيكون صخون ولا كيكون دافي مزيانا الإخوان أما الحية للإخوان والحويجات اللي ممكن يعني تديرهم ولا تعرف الفاش بيهم راه هم ساهلين الإخوان أول حويج اللي ممكن تلقى فيهم الفاش وهما التانيات كيف كنقوله الإخوان ديال السيباري يعني هاد التانيات هادو ممكن تقلبهم راه غادي تقدر تلقى فيهم أما البيت ديال الفاش أما الفاش يعني في هاد الأماكن في هاد الرسولة ديال السيباري الإخوان يعني هادو وقع ممكن باش تلقى فيهم الفاش وممكن باش تلقاه يعني فتيش فتيشة ديال الفراخ كتجي كتلقاها في هاد البلايسة الإخوان يعني في التانيات اللي كيدخلوا في السلك هاد البلايس هادو كاملين الاخوان ممكن باش تدير ليهم واحد البحش اللي تقلبهم مرة مرة قراه الى كالفاش غاد تلقاه ضروري هاد اماكن الاخوان ديال التنية ديال السيباري زائد الرسولة ديال السيباري وزائد هاد التجاج الاخوان وكذلك المصمار اللي او الكروشي اللي معلقة فيه السيبارية الاخوان بصفة كاملة يعني في السيبارية او الى كان عندك شي عود حدا ولا شي حاجة ضروري مرة مرة يعني تقلبيه وتدير لي واحد نطوياج راه مور يعني ممكن باش تلقاه تما وثاني حاجة يعني ممكن باش تدير سكوتش الاخوان سكوتش كيف هاد تطارقة هادى كيف كنديرو تحنايا يعني كنديرو سكوتش كنديروها فالهاد البلايسيكا ديال القفز الاخوان الى كانت الفاشرة كتتكاتر وكتبدأ كتدير البيت ديالها والفراخ ديالها فهادى السكوتش الاخوان ولكن ماشي سكوتش يعني او الليساق ديال البلاستيكا ولكن هادى اللسقر راه ديال الكاعة الاخوان يعني لسقر ديال الكاعة هادى راكي تكون في الفاش الى درتيها كيف كان يباليكم كنديروها فبزاف ديال السيباريات كل السيري كنديرو في وحده ولجوش باش لك الفاشرة كاتر في يوكي ولك يباليك لا شفشي عرف انه راكي الفاش وتقدر بانك تدير نيطويج الفريخات ديالك او تدير يعني اه شي دواء المناسب للطويرات كيف كنقوله ممكن الاخوان باش تدير نفس هاد طريقة ممكن تدير تريف ديال جورناء ديال الكاعة كيف كنقوله للكارتون وممكن يعني تلويه وتعلقيه في هاد بلاسق او لتعلقيه في القندل السيباري الهي وتاهوا اقمره في السيمان او لهذا غد تحاول باش تقلبيه وتشوفيه الى كان شي حاجة ديال الفاش ولا هادر غد تباليك فيه الاخوان يعني هادو هم الحويجات اللي ممكن اه تعرف بيهم الفاش ولكن كيف قلناك دابا حاليا فهد الوقت راه ما كيكونش الفاش كيف كنقوله كيكون ناقص اراهم معروفة الاخوان دا بحاليا راتف البيوت ولا المنازل ارا ما كتلقاش يعني شني ولا ولا يعني الحويجات اللي كيتغداو على الدماء كيف قلنا اه تاني في طبيعة ولا في الخلاق كيف كنقوله را ما كتلقاش يعني الفريخات المتصابين با بالقراد ولا يبع بحلال يعني حاشكم الكلاب ولا هادا يعني ما فيهم اجدابة حاليا القراد الى درشي بحث را غادي تعرف الشي اللي قلنا ان شاء الله فانهما قاعد الحشرات اللي كتكون ما صلت دماء دابا حاليا كتكون ناقصة اه بالاخص في الفترة دي اللي برد ما غاديش تلقاها بزير تقدر ما تبانش لك ما تشوفهاش في طوارات ديالك ولكن فاش كيد في الحال ولا كيسخن راهناك كيبدا ود مشاكين وكتبدا كتشوف الفاش مو يما الاخوان يعني غرض موضوع كيسولي الاخوان باش يعارفوا الوقت اللي كتكاثر فيه الفاش ويعارفوا يعني كيف جيتعاملوا معه وتكون طريقة مزيانة وميش ادووش الفريخات ديالنا اللي يسر لكم وايخوان اللي يسر جميع الخوش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا